بين مطرقة الكتل السياسية وسندان الشارع المحتج ثم رئيس وزراء عراقي مكلف بقيادة البلاد لبر الأمان في مرحلة انتقالية هي الأكثر حراجة منذ العام 2003 فعلى ما يبدو أن البعض من الأحزاب والكتل السياسية ماضية في مشروح المحاصصات ولا بديلا عنه يقابله رفضا قاطعا للشارع المحتج لمجمل العملية السياسية التي قامت عليها الحكومات العراقية منذ 17 سنة الاحتجاجات دفعت القوى السياسية إلى إعادة ترتيب أوراقها في محاولة لتقديم ما يرضي الشارع فضلا عن حراك محموم في غرف مغلقة تبحث عن مخرجات للأزمة حكم الوسط في هذه المباريات الساخنة يتحمل عبءا وتراكمات العملية السياسية برمتها والسؤال هنا بوجه من سيشهر علاوي الكارت الأحمر وهل سيلجأ لضربات الجزاء فيما لو استحصت عليه كابينة الوزارية تساؤلات عدة رح ناقشها في حلقتي من هذه الليلة من حديث بغداد واللي رح تكون بعنوان علاوي بين ضغوطات الكتل ومطالب المتظاهرين لا يوجد